تحياتي لكم من مطوخ بها أفوفة اليوم راح نقدم لكم شيخ المحشي أو الكوسة بلبن وصفة معروفة ومشهورة وقديمة من ألذ وأروع الوصفات طعمتها جدا مميزة ولذيذة تتقدم مع الرز بشعرية أتمنى تعملونها وما تنسونا من دعمكم بقناتنا مطوخ بها أفوفة ملونا متابعة لحتى دايما توصلكم أحلى وأسهل الوصفات من قناتنا وكمان حطونا أعجاب على الفيديو وعملونا مشاركة لحتى أكبر عدد من الناس يستفيدون ونعملون هالوصفات اللذيذة أيها الصحابين أنتم تعرفون طريقتها كتبونا بالتعليقات لحتى نعملها وكتبونا رأيكم كمان وإن شاء الله تستمتعون بها الوصفة وبالعافية عليكم مسبقا الآن فخليني أترككم مع التغذية البصرية مع الكوسة بلبن أو شيخ المحشي نقدر على النار نصقلة من اللحمة المثرومة ناعم راح نبدأ بحامسة نحركها راح نحط عليها ملعقة وسط من منفل الأسود منفل الحامرة والملح طبعا الملح حسب رغبتكم بساء الكمية اللي احنا حطناها راح نحط عليها نصحبة من البصل الأبيض المقطعة ناعم ونحمسها لما نشوفها استود نطفي عنها النار ونقدر نحط عليها اللوز لمحمص أو الثنوبر لمحمص حسب رغبتكم لازم نستهلناها لحتى تبرد تماما وهو نحطينا الثنوبر لما برده تماما الكوسة احنا حفرينها وتكون ثخينة ما تحفرونها كثير لا يضل بيها من اللب تبعها نحشيها باللحمة طبعا لازم تملونها باللحمة وبعدين تحطو لها تدونها باللب تبع الكوسة هذا اللي انتم شايفينه لحتى تتذكر طبعا لاش نملاها لانه هي مو مثل الرزة تنفش بعدين فلازم تتملو حطانا خمس ملاعق من الذات وقلانها هاي درجة اللون اللي احنا نحبه تاخده رفعناها عن النار وحطانا القدرية بيها اللحمة حمسنا حطانا بيها مي ونزلنا الكوسة وخلاناها عشرين دقيقة لحتى تستوي مع التغطاية طبعا كيلو من اللبن حبه تبغ ملعقتين نشا ملعقة من الدقيق نحركهم كويس مع بعض على البارد وبعدين نرفعهم على النار ونستمر بتحريقهم اظلونا تحركونها الان ما تشوفونا بدأ يفور ويغلي يعني توقفون عن التحريك طبعا باستازم قبل اظلونا تحركونها التحريك مستمر الكوسة هون عنتنا صارت جاهزة شلناها بهدوء وحطاناها باللبن وانتبهوا طبعا لانه هي مستويت يعني خاف تتكسر راح تخلونها عشر دقائق مع اللبن لحتى تستوي يظلوا مع بعض وضبطوا الملح طبعا حسب رغبتكم بعد عشر دقائق صارت عندنا جاهزة واستوت طبعا يا عاني على الريحة حطاناها بصحن التقديم حطانا الكوسة وكمان اللبن بهذا الشكل شوفو طبعا شكلها يشهي ويفتح النفس هون طبعا بنفس الزيت القلانة البيل الكوسة حطانا على ملعق الطعام من الثوم المهروس وحطانا عليها نعناع تازة ونعناع يابس وعملنا التقلاية وحطاناها فوق الكوسة بلبن وهو شيخ المحشي وصارت عندنا جاهزة طبعا قدمناها كمان مع الرزة بشعارية وصارت جاهزة احلى والطبخة طعمتها الجنن وصفات جدا سهلة ولذيذة اتمنى انتم تعملونها وتستمتعون بتعمتها اللذيذة لا تنسونا من العجاب والمتابعة لحتى توصلكم دائما وصفاتنا اللذيذة اكتبونا رأيكم بالتعليقات واي وصفة انتم حابدين اكتبونا ياها بالتعليقات اعملونا مشاركة لحتى اكبر عدد من الناس يستفيدون ويعملونها الوصفات اللذيذة هالوصفة جدا لذيذة قريبة عند كثير قلوب من الناس لانها من الاذ واروعة الوصفات جدا لذيذة اتمنى انتم تعملونها وتستمتعون بتعمتها اللذيذة وما تنسونا من دعمكم واسع خليكم لحتى تشوفونا طريقة تقديلنا لهاي الوصفة او تغذية بصرية مع الشيخ المحشي من الاذ واروعة الوصفات اتمنى انتم تعملونها ومع السلامة اشتركوا في القناة